تقول أنا عندي عصبية شوية وأمي لما تتكلم معايا يعني أجاوبها أحياناً ما أسمع كلامها أحياناً أطيع أمي في اللباس وأشياء وأحياناً ما أسمع كلامها وبعدين ذكرت قضية أن هي وأختها ممكن يتحدثون فيما بينهم ويقولون بأن أمنا مغرورة لأنها ما تعترف بالخطأ وشيء من هذا القبيل يا ضحى بارك الله فيك و بارك الله في أختك و والدتك أولاً بنتي الله يرضى عليك و يبارك فيك بر الوالدين فريضة بر الوالدين عبادة بر الوالدين قربة يتقرب بها الأولاد إلى الله عز وجل من البنين و البنات وهي مسألة ليست معروضة للقبول أو الرد أو المزاجية أو والله أنا فترة زمنية كذا و حالة معينة لا 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 بد أن تفهمي هذا الشيء أنت وأختك بأن بر الوالدة هذا شيء عظيم هذا أنتم الآن في عبادة طوال حياتكم ما دام أنكم مستشعرين و ملتزمين بر الوالدة فأنتم في طاعة و عبادة في طاعة و عبادة ولذلك يقول جل وعلا وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشِيًّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ وَوَصَّى بِالْوَالِدَيْنِ كَثِيرًا قال وَوَصِّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصِّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالَدَيْهِ حُسْنًا طيب هذه النصوص في القرآن التي نقرأها وحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف بس مجرد سماع ولا نحن طالبنا الله عز وجل بأن نترجمها على أرض الواقع نطبقها تطبيق عملي مع الوالدين يعني هل قضية فقط تدخل من هنا وتخرج من هنا الله عز وجل قل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغير فعل ذلك حق الوالد عظيم عليك وبعدين أنا سألتك الوالد الآن هل أمرتك بمعصية ما أمرتك بمعصية قالت لك يا ضوحى عد لي لباسك يا ضوحى هذا اللباس غلط يا ضوحى هذا الكلام غلط تقولين سمعا وطاعة هي ما أمرتك بطاعة ما أمرتك بمعصية بل حتى وانتبهي لهذه النقطة انتبهي لها جيدا لو أنه أمر من الأمور المباحة أمر من الأمور المباحة زين قالت لك الوالدة لا تسوينا سمعا وطاعة لأن الوالدة أدرى منك وأعرف منك الوالدة قد ترى بأن هذا الأمر المباح له مآلات سيئة هي عندها نضجت وعرفت الحياة وجربت وأشياء عندها تقول لك هذا الشغل المباحة لا تسوينا تقولي سمعا وطاعة هذا البنت البارة البر ما هو بكلام وفشخرة البر عمل وتطبيق قالت لك أمك ما تروحين لصديقتك فلانا سمعا وطاعة ما تناقشينه ما تناقشينه ولا تقول ليش ولماذا وكاله خلاص قالت لك لا تروحين تزورين صديقتك سمعا وطاعة هذا البر بارك الله فيك وبعدين غيبة الوالدين أشد من غيبة غيرهم يعني الآن لو اغتبت زميلتك وصديقتك في المدرسة أو جارتك كبيرة من كبائر الذنوب اللي أعظم من هذا أنك تغتابين الوالدة تقولين عنها مغرورة أو شايفة نفسها أو متكبرة هذا غيبة الآن الوالدة لو كانت عندكم لما تسمع هذا الكلام تضحك ولا تحزن ما اعتقد أنها تضحك وتنبسط تحزن وتتألم ويدخلونها في حالة اكتئاب أن تسمع من بناتها مثل هذا الكلام ترى هذا حرام بل أشد من غيبة الجارة وغيبة مع أن هذه كبيرة وقالك ما يجوز ما يجوز قضية والله أن الوالدة شايفة نفسها وشايفة عمرها تقديركم أنتم هي قد تكون تأمركم بأشياء وتنهاكم عن أشياء لمصرحتكم أنتم وأنا لا أعلم في حدود علمي والطلاعي وفي حدود الواقع أن الوالدين يغشون عيالهم أبدا حتى لو كان الولد لا يعرف لماذا نهى أبوه أو أمه ولماذا أمره لا يلزم أنه لازم يعرف لا يلزم لأنه إذا عرف ما صار لقيمة ولا صار للقيمة فبارك الله فيك تتركين أنت هذا تقولين سمعا وطاعة وسبحان الله يا ضوحة أنت وأختك ستجدون بركة هذا أولا ستتغير مزاج الوالدة وستنقلب حياتها إلى حياة رضية وحياة طيبة وبدت تستشعي لأن والدتك السؤال الثالث هو كشف لي الواقع اللي تعيشها الوالدة يعني ممكن مرت بمراحل من الحرمان مات زوجها الأول اللي هو والدكم رحمة الله عليه تزوجت شخص آخر يمكن أنها مرتاحة معها لكنها صامدة ومتمسكة لأجلكم مثلا لكن عندها ضغوطات وعندها حالات تنفجر أحيانا فلذلك بارك الله فيك احرصي على بر والدتك وبعدين سترين التغير حتى في تعاملها معكم لما تشوف فعلا أنكم ما تناكفونها ولا تردون عليها ودائما تطيعونها وفق القدرة ولا استطاع أنا ما أقول لك اعملي كل شيء حتى لما تستطيعين عليه لكن بأدب وبذوق وبذرابة تعتذرين من الوالدة إذا أنت مثلا ما استطعت أن تعملي هذا الشيء واضح بارك الله فيك